بالقدر سيد احمد له ثمرات له ثمرات عظيمة ولا يعرف حلاوة الايمان وطعم الايمان من لا يؤمن بالقدر فقدر الله سبحانه وتعالى نافذ في كل امور حياتنا قال الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر بقدر وقال الله سبحانه وتعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختار فخور فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى وانت تعلم في حديث جبريل عليه السلام الشهير لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان فان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له اركان الايمان وان من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومرهي فالانسان اذا امن بالقدر وامن ايمانا عمليا وليس نظريا لان هناك فارقا بين النظر بين الحقيقة والادعاء ايوانا يعني هناك من يدعي الايمان وهناك من يعيش الايمان هذا صحيح يعني كلنا يدعي وصلا بربه ايوانا انا مؤمن لكن لكل قول حقيقة فما حقيقة هذا القول نعم هذا صحيح فما حقيقة هذه الدعوة فهي دعوة اننا نؤمن بالقدر لكن الايمان لابد ان يتحول الى عمل صحيح الى طاقة عمل ان يظهر ذلك في حركاتنا وفي سكناتنا ان نأخذ بالاسباب كما سبق ان تكلمنا في هذه المسألة ونعلم ان الامور تجري بقدر الله سبحانه وتعالى فاذا شاء الله عطل الاسباب التي اخذت بها ما شاء الله كان اه وما لم يشاء لم يكن لم يكن فانت تأخذ بالاسباب وشرعنا يأمر ان نأخذ بالاسباب والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اخذ بالاسباب وامر بالاخذ بالاسباب وكما هو متعارف عليه ونقل عن السلف ان ترك الاسباب قطح في الشرع واضاف بعضهم والعقل والاعتماد على الاسباب شرك يعني انسان الذي يطر